اشتركوا في القناة اعملنا اي بي سي وصعدنا وعملنا اي بي سي وصعدنا على شكل ايضا اي بي سي ونزلنا بشكل خماسي وده عندي تصحيح مكتمل طيب ليه انا خاف من السام لان انا قلت السام ممكن يعمل لي اي بي سي وينزل يعمل لي ضلع تاني وهيكون فرصة ممتازة جدا لشرقه وممكن يسعد من المستويات دي طيب امتى اقول ان السام صعد لما شوف نموذج انعكاسي لو رحت على فيم الخامس دي حتى الان لن يتشكل نموذج انعكاسي هل السام عملي موجود هبوط مكتملة اه عملي موجود هبوط مكتملة لكن لو هنفض السام طلع على شكل اي بي سي وان نازل هجبي لا هستنى يعمل ضعف وبعد كده استعدف شراءه تاني لان السامي مازال في مناطق جيدة للغاية ولكن الفكرة كلها لو انت داخل عايز تاخد صفكة سكالبينج عندك ستوب المفروض عند مستويات ال 11 جنيه السام قسر مستويات ال 11 جنيه ونزل تاني شوية راح لحد مستويات ال 61 فيبر اللي عند مستويات العشرة جنيه او 9 جنيه 85 ارش فرصة ممتازة نزل وغلس وراح لحد مستويات ال 7 او نص حد مستويات ال 8 جنيه انت بتستهدف شراء السام لان السام لسه فضله قمة وانا بمنطقة البساطة السام احنا لسه في الموجة الثالثة بتاعته ليه قلنا ان السام لسه لحد الام خلص الدورة الساعة بتاعته قلنا ده كله كان واحد اتنين ده كله كان ثلاثة طبيعا نعمل تصحيح يحترر مناطق ال 50 فيبر ولكن 50 فيبر ده نصف ارشادية ممكن ينزل 61 فيبر ويرد ولكن الفكرة كلها ان السام مازال على ترند الساعة كل ما بيديني فرصة شرائية ممتازة باشتريه وهل السام ممكن يسعد من مستويات الحالية ممكن ولكن حتى الان ما تشكلش نموزج انعكاسي وعشان تتأكد النظر الجباية لازم نلغي اخر موجود هبوط وانه تستقرر فيه مستويات ال 15 جنيه عشان يعزز عندنا النظر الجباية وما يكونش طالع وخلاص ده لكون طالع بشكل خماسي عملت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تصحيح على شكل اي بي سي هستعد في شراء السام ولكن السام هيسعد من مستويات الحالية اه هيسعد ولكن هيكلية صعوده اللي هتوضح لنا هالي السام خلاص يكمل على ترند الساعة ولا لا دي الفكرة بمنطقة البساطة السام مش هينعار السام ممكن يسعد من مستويات الحالية عادي جدا السام ممكن تلاقي عملك سعود تصريفي على شكل اي بي سي وينزل يعمل ضلع اخر كل شيء وارد علشان كده احنا هنرائب حركة سعود السام في المنطقة دي ولكن لو انت بشكل استثمار السام في مناطق ممتازة جدا جدا السام تراجع وقرب من مستويات ال 61 فيبو عند مستويات التسعة جنيه 85 ايرش اللي قلنا عليها على فيم الدلي اللي هي مستويات 61 فيبو فرصة ممتازة للشراء السام السام يغلس وينزل لأهم منطقة اللي ما بين مستويات 7 ونص حد مستويات 8 هو فرصة ممتازة هل السام ممكن ما ينزلش ممكن ما ينزلش والسام يفضل محافظ على سطوب مستويات 11 جنيه عشان كده بنقول حافظ على السطوب اللي عند مستويات 11 جنيه القصر هننزل نشتري من تحت ما قصفش هنفضل مكملين في الاتجاه الصعيد وللعلم ودايما انا بقول ايفاب تلامة تحت مستويات 11 جنيه ونص هو ممتاز جدا جدا للشراء احنا نزلنا تحت مستويات 11 ونص واشترينا وانا نفس اشتريت انا نفس اشتريت ومحاطر توردر تاني على مستويات 10 ونص والله لقيت حصل انبوس وعمل انها كاسفت تراجعوا التصريحة بتدى استهدف شراء السام 200 ده الفكرة المنتهى البساطة وبالتوفيين